مرحبا بكم في هذا الفيديو سنقترح عليكم العديد من النباتات الأكثر تحملا لهذه الظروف الصعبة مباشرة نبدأ بأول نبات وهو بدون منازع الجهنمية أو المجنونة بوغنفليا أظهار جميل جدا تأتي باللون البنفسجي والأبيض والبرتقالي والأحمر والقرموزي وغيرها لكن كل هذا الجمال له قدرة فائقة على تحمل الحرارة والشمس المباشرة وكذلك الرياح لذلك رشحناه لكم في المرتبة الأولى نصيحة استعمل شباك الضل أو الشبكة لنباتاتك لتحميها بهذا ستكون نسبة الأشعة البنفسجية التي تصل للنباتات ستكون جد قليلة المرتبة الثانية نجد نبات اللانطانا كامارا نبات أكثر من رائع زهرته جمالها لا يوصف يزرع في القصص وفي الحضائق كلما زادت درجة الحرارة كلما زاد توهجها وجمالها نصيحة في فصل الصيف يفضل ري النباتات ليلا بعد غروب الشمس وتجنب ري النباتات صباحا سؤال حلقة اليوم ونبقى دائما في نفس الموضوع يعني النباتات والحرارة من خلال تجربتكم ما هو النبات الذي لاحظت أنه يتحمل حرارة عالية ويتحمل شمس مباشرة دون مشاكل والمرجو ذكر النبات والبلد في تعليق أسفل هذا الفيديو المرتبة الثالثة نبتة الجزانيا بأزهارها البرتقالية والصفرة وغيرها تزرع في الأحواد وتزهر في الربيع وفي الصيف يتحمل الحرارة والجفاف لكنه يجود أكثر مع تنظيم الري ويفضل حمايته بعمل شبكة فوق النبات أو أي شيء يحميه لكنه سيبهرك بجمال أزهاره إذا اعتنيت بها نصيحة تخلص من الحشائش والطفيليات التي تنمو بجانب النبات الرئيسي حتى لا تنافسها على الماء والغذاء في المرتبة الرابعة نجد هذه الظهر الصفرة الجميلة إنها الأكاسيا تمتع بهذه الأزهار تقريبا طول السنة وبالأخص ربيعا وصيفا الأكاسيا لا تتأثر بأشعة الشمس المباشرة أوراقها مركبة خضراء اللون نبات منتشر بكترة في بلداننا العربية شجيرة صغيرة جادبة للنحل مقاومة للتيارات الهوائية نصيحة ضع عازل من الخشب بين وعاء الزرع وبين الأرض في المرتبة الخامسة نجد هذه الشجيرة المزهرة إنها التيكوما أزهارها أنبوبية جميلة الشكل نجحت زراعتها في تزيين الشوارع والحضائق بسبب تحملها للجفاف وصرعة نموها وتحملها العيش في المناطق الحارة تزهر بغزارة قابلة للتشكيل وكما رأيتم نبات قوي يستحق أن يكون في قائمة نباتات اليوم نصيحة رش أوراق نباتاتك الداخلية بالبخاخ صيفا وتجنب الرش على الأزهار في المرتبة السادسة نجد نبات الكراسولة العصاري نبات جميل الشكل متحمل للحرارة والشمس المباشرة لا يحب كثرة الماء إزراعه في حديقة البيت أو على السطح أو في البلقونة صيفا وبدون مشاكل نصيحة إزرع النباتات الأقل تحملا للشمس تحت شجرة واختر مكانا لا يتعرض للشمس طول النهار سواء في البيت أو في الحديقة الياسمين الهندي أو البلوميرا زهرة تشبه زهرة الياسمين رائحة جد جميلة متحمل لأشعة الشمس المباشرة ويعطي جمالية للمكان الذي تضعها فيه نصيحة لا تكثر من الري في الصيخ بل نظم الري كثرة الري ستضر نباتك أكثر مما ستنفعه في المرتبة الثامنة نجد نبات السونسيفيرا أو جلد النبير نبات عصاري قوي يتحمل أصعب الظروف وبالأخص درجات الحرب المرتفعة بالإضافة للقيمة التنسيقية العالية التي يوفرها للمكان الذي تضعه فيه نبات الهيبسكوسيا حل في المرتبة التاسعة بزهرته الحمراء الكبيرة والجميلة والمثيرة والجاذبة للانتباه نصيحة لا تنقل النباتات في فصل الصيف عاشر نبات أصدقائي متابعي بضرا هو نبات الكانا وهو نبات عشبي معمر متعدد الألوان أحمر برتقالي أسفر يسمى أيضا بالزنبق أوراقه كبيرة الحجم ولا يحتاج لعناية خاصة الصباريات والعصاريات بصفة عامة لها قدرة على تحمل الأجواء الحارة لأنها مهيئة خلقيا لذلك من خلال خاصية الاحتفاظ بالماء في أوراقها السميكة التراديسكانتيا الأكاليفا والورد كذلك يتحملان الحرارة من خلال تجربتكم ما هو النبات الذي لاحظت أنه يتحمل درجات حرارة عالية ويتحمل شمس مباشرة دون مشاكل لنرجو ذكر النبات والبلد في تعليق أسفل هذا الفيديو شكرا لوفائكم شكرا لتقاتكم في بضراء دمتم بخير إلى اللقاء